بالفعل كل الجمهور المصري والجمهور الاماراتي يستحق كل التحية زي ما كابتن سيد عبد الحفيز قال كلام مهم جدا جدا وله معاني كثيرة جدا نسمع كمان مرة ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيز مش دلوقتي بعد ما نخلص طبعا اسمعوه على السوشال ميديا لانه مهم جدا تعرفوا قد ايه الدور اللي بتعمل من كل واحد علشان يستطيع النادي الاهلي يعمل اللي حصل النهاردة اللي حضراتكم شفتوه من الناحية ده من ناحية الكلام من الناحية الفنية نروح لأحمد سابت وجلبرتو يقولونا جلبرتو اصده اسم عزيز علي اول بحب جلبرتو جدا جدا الله يو اسم سبب سعدي والله نعم اسم سبب سعدي في المجال ده الاسم ده هنروح لسابت وآيمن جلبرتو يقولونا كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز سواء من الناحية الدفاعية الهجومية تحليل الهدف كل حاجة فضل اول حاجة بيتسو موسيماني طبعا عنده تلاتة كلين شيت في كاس العالم للاندية من اربع مباراة ايه فدي برضو بتأكد ان المدرب ده منظم جدا جدا تكتيكيا نهارده هو اتبع ايه طبعا عنده 14 لعب غايب فزي ما قلنا امبرح هو اتبع ان انا هلعب هضغط لو بلوك وهعتمد على الهجمات طبعا دفاع منطقة كل الفريق في وسط الملعب ويعتمد على الهجمات المرتدة من خلال تحديدا الجابهة اليمين بتاعتهم اللي هي المساحة في ظهر الظهير الايمن اللي بتحرك فيها عالي معلول والمساحات بصفة عامة وراء الظاهرين تعال نشوف اول لعبة معنا النادي الاهلي كان بيتمركز ازاي بطريقة خمسة اربعة واحد طبعا لما بيرتد الجناح بيرجعوا بالشكل ده بصده احمد عبدالقادر افشا اليو ديانج حسين الشحات دول الاربعة بتوع وسط الملعب قدام طاهر محمد طاهر والخمسة اللي وراء محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمد مغربي ومعلول ليه هو استخدم طبعا يعني استخدم برضو محمد مغربي وعلي معلول المفاجأة كانت في الدفع بمحمد مغربي عشان يقفل الجابهة القوية اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت مكسيميليان وميزة الجابهة اليمين القوية بتاعت منتيري فهو حاب يستخدم محمد مغربي عشان طبعا دي علي معلول وورا محمد مغربي عشان يقفله الجابهة اليمين القوية بتاعت منتيري المكسيكي ده طبعا حالة مهمة جدا تعال برضو في حالة تانية نكمل ده الخمسة اربعة واحد ادي الشكل اهو بتاع النادي الاهلي نفس الشكل خمسة أربعة واحد برضو ودي طاهر محمد طاهر كل الفرقة في وسط ملعبها وبنعتمد على الهجمة المرتدة والتنظيم الجيد ده واحد من أسباب أو من الأسباب اللي قدت للنتيجة دي تنظيم الهجوم يبقى طبعا يعني زي ما بنقول البيتسو موسيماني قدر ان هو يلعب على التفصيلة بتاعة الهجمات المرتدة بشكل جميل جدا والنادي الأهلي كان بس بحطة تركيز بسيطة جدا كان نقدر ان ممكن نسجل مبكرا يعني أكثر من هذا يمكن احنا اخترنا حالة اللي هي في الدقيقة الثالثة بتاعة حسين الشحات كانت هاجمة برضو مرتدة جيدة جدا حسين الشحات كمان إصرار ان هو رغم ان هو الكعبل لكن لما الكرة تحت رجله والحاكم اداله الادبانتج قدر ان هو يستحوز على الكرة ويديها لأحمد عبدالقادر طبعا أحمد عبدالقادر كان يقدر هنا يبقى عنده تصرف أفضل لو كان يعني بص على طول على طهر ولعب له الوان باس على طول كان ممكن طهر يبقى في وضع أفضل للتهديف كان فيه هاجمة كمان في الدقيقة سبعة وثلاثين بنتكلم فيها بتاعة كانت الحسين الشحات كان الحسين الشحات هو المنطلق وطهر محمد طهر لعبها له باسنج ولكن كانت مشكلة حسين الشحات ان هو لما استلم الكرة استلم الكرة اللي بره قوي في الحتة دي بدل ما يخش بيها كان ممكن لو دخل بيها ياما ياخد ضرب الجزاء ياما كان هينفرد بالحرس بشكل يعني بشكل يسهله ان هو يلعب الكرة على المرمى بشكله وباشر عكس ان هو لما اتطرف فيه مدافع راح معاه وكمان الجون قفل عليه فكان شكل الهجمة صعب وبعد كده بقى الهجمة اللي هي التالتة بتاعت علي معلول وهنشوف ازاي علي معلول وطهر والهجمة دي تكررت انا بس قبل ما اتمشي من الهجمة دي لان الهجمة دي مهمة جدا بالنسبالي وده لانه ليه مهمة ان الكلام ده احنا قلنا بارح احمد سابت حتى انا قمت في ساعتها وقلت ان هو لو اتردت اللعبة هتبقى بالشكل ده ان يبقى انت عندك تلاتة على اتنين تلات لعبين من نادي الاهلي واثنين من الفريق منتري اعتقد ان ده يعني قد ايه يبين ان تلاتة على اتنين في موقف زي ده التلاتة ممكن يجيبوا جواهي طبعا يعني وهو ده اللي احنا قلنا على الانبارح انا يمكن لما وقفت يا احمد لو تفتكر الانبارح قلنا ايه قلنا ان هم بيهجموا بست لعيبة وبيبقى عندهم بطء في الارتداد الدفاعي من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية وبالتالي احنا لازم نعتمد على الهجمة المرتدة وده اللي حصل فعلا ده تطبيق كامل للمعنى او للكلام اللي انت قلته صح الانبارح قد ايه تلاتة على اتنين يعني ده حسين بيلعبها لو لعبها او لحمد عبدالقادر صح لحمد عبدالقادر كان مفروض يلعب الزق طول لطهر محمد طهر لاند وقتها كان طهر هيبقى منفرد بشكل اكبر من كده وكان هيبقى يعني زاوية زاوية ان هو شايف المرمى صح بس بس كام واحد هنا ممكن يبقى منفرد اه طبعا منفرد بالمرمى تلاتة يعني ممكن يلعبها يمشي بيها لو واحد من الباكين راح له حيروح له مثلا هناك شوية حيبقى طهر الناحة التانية فاضي تماما ان هو يتلعب الكرة وده قلة التنظيم الدفاعي لفريق منترين مكسيكي اللي احنا او احمد سابت ابارح اتكلم عنه حتى في الاجمل اللي احنا ما جبنهاش يعني هنا ما كانش متوفرة معانيا في ديئة 37 كان نفس تقريبا الشبه طهر محمد طهر وبيلعبها لحسين الشحات وحسين الشحات بس واستلامها لبرا شوية ولو كمان نركز هنلاقي دايما ان طهر يعني في الحتة دي طهر او احمد عبدالقادر كل واحد بيعرف يسحب معا اتنين بيفضي نحية التانية تماما وده اللي كانت كاول هجمة عملت اللي هي راحت النحية التانية تعالي معلول وطهر كمان يعني مفروض مهاجم على الورا هو بيتحرك دايما على الاطراف عشان يفضي من مساحة لليه اللي جاي من الخلف مزبوط على الجبهة اليسرى بتاعت علي معلول نفس الكرة اللي احنا بنتكلم فيها كابتن اسلام تلاتة بس هم اللي بيدفعوا بس علي معلول هو اللي جاي علي معلول اللعيب عنده شخصية كبيرة جدا بص بيشاور اللي مين لطهر طهر بتحرك فين على الاطراف معلول بيشاورله بيقوله انا هتحرك هوا في المساحة الخالية اللي احنا معتمدين عليها نفس الشك عشان يعملوا الاوفر طهر اللي بظاله قطع كانت تبقى جون كان يبقى جون علامي كان يبقى جون علامي ده نموذج للهجمة المرتدة رجعها تاني كده ماشي دي برضو نفس رجعها بس من الاول نفس الشكل او يعني بص يا كابتن اسلام وقف نفس الشكل ادي واحد حضاك لو تعلم بقى على الدفاع برضو تلاتة نفس الشكل بالزبط وحمر عبدالقادر بيصحب معتني وطاهر متحرك على الطرف عشان يفض المساحة خلي بالك دي اوفر علامي ده بعدت عن علي وراء خطوتين هو واخدها من وراء لعيب عنده شخصية يعني مش اي حد يعرف يعمل اللعبة دي دي كرة الهدف بقى افشا هو اللي لعبها له برضو ومعلول برضو بيتحرك في المساحة الخالية نفس الكلام هجمة مرتدة برضو احمد عبدالقادر عمل الوان تو علي معلول عمله الاوفرلاب قطع الجون بص حاسبين بقى تزديدة محمد هاني على بعد 18 متر نعم على بعد 18 متر وسرعة الكورة 138 كيلو متر في الساعة طيب اللي بعد كده تعال بعد كده بقى احنا برضو تكلمنا على نقطة مهمة جدا مبارح مين اللي حي لما حداك قلتلي طب الخامسة اللي بيروحوا ده وانا لسه هستنى طب مين اللي حيستنى دي يانج كان دي يانج بقى تعال بقى نشوف دور دي يانج دي يانج واحد من الجنود المجهولة وبيعمل يا كابتن اسلام فاولات تيكتيكية في الملعب لازم الناس نحس بيها انا ممكن اعمل فاول عطى الهجمة مرتدة مهمة جدا بجول صح مثلا دي اول لعبة بص دي هو الكرة كانت معهم قدر ان هو يستخلصها ويقطعها هنكمل بقية اللعبة هجيب لحضاك اللعبة اللي هي فيها الفاول التكتيك اللي عمله واحد من احسن اللعبة اللي بتفسد هجمات دي كانت هجمة وعدة جدا دي كانت اصلا ارجع بس ثانية واحدة فاتت اه ودي برضو خلي بالا كل الالعاب دي احنا جايبين اربع العاب كلها شبع بعض اه يمكن هي الارقام مش هتنصفه قوي النهاردة ان هو مش مش محقق اذكور عالي بس هو فعلا عمل افسل ده يعني علي سعيد الكعب قالك عليه وافضل لعب في المباراة وافضل لعب الشوت الاول بديانج بيلعب في الحتة دي لوحده يعني احنا طبعا هو لما بقى فيه حمدي فاتحي عمر السلية معايا بيساعدوه بشكل كبير ان هو يقطع بشكل الحتة الهجومية يحمل عليك ان هو النهاردة طبعا لان افشة ده مش مركزه الطبيعي لان بيوظف نفسه على الحتة بتاعت رقم تمان يخصون ليها ادوار دفاعية كمان النهاردة فهو كان بيعمل شغل دفاعي كبير جدا وكمان بيحاول في الناحية لجميعني فيه كذا كرة قطحة وكان بيحاول يطلع يبني الهجمة وحتى نسبة تمريراته النهاردة بنتكلم لو عمل 32 تمريرا فيه 28 تمريرا صحيحة كاجمالا الشورت باز بكعه كله سليم فلا يعني النهاردة قال يديانج حتى الانزار الاخير كنا نتمنى انهم يخدوش كنوع من انوع بس المكافأة لها المباراة بص اللعبة دي بص اللعبة دي اللي انا بتكلم عليها دي كانت ضربة ركنية للنادي الاهلي بص دي واحد اتنين كل اللعبة موجودة معلول وطاهر وربيعة لسه راجع واحسن الشحات وياسر إبراهيم لسه مرجعش يعني ده ياسر إبراهيم وده ربيعة اهم ودي افشة فانت النهاردة لما تعمل فاول في لعبة زي دي انت فعلا عملت افسدت هجمة وعدة بزكاء ده اسمه الفاول التكتيكي امتا انا اعمل فاول دور يعني ساعات الفاول بيكون لي اهمية في القورة خاصة مع لعيب الارتكاز الدفاعي وده زكاء من اليو دي يانج يعني انت بتتكلم في الديها 33 هجمة مرتدة وهم المرتدات بتاعتهم قوي جدا بيروحوا بالخامسة فالنهاردة لعيب زي اليو دي يانج لا لا لعيب زي اليو دي يانج بصراحة افسد هجمات مرتدة الي بعد كده ايمن برضه معاه خريطة الحرية بتاعت اليو دي يانج يالله يا ايم معانا هنا خريطة الحلالية لالاليو دي يانج لانه الحقيقة يستحق اهي اهي اعني زي ما احنا شايفين التحركات بتاعته في الملعب عاملة ازاي التمركزات بتاعته في الملعب دفاعا هجوما يمين شمال مغطي الملعب كله زي نقول ان هو شال العب ان هو عارف ان فيش حمدي فتحي يعن فيش عمر الصلاية فهو اللي شايل الشيلة كلها وكمان فيه يعني بالنسبة لنا طبعا في النادي اللي قال لي ميزا ان هو ملعبش كتير في كاس او افريقيا تقريبا اللعب 12 دقيقة فبرضو مع السفر مع الدنيا اللي حق بتاعه قليل ففارق معاه جدا وواحد من افضل اللعبينه طبعا الكابتن علي سعيد الكعب احنا عارفين يعني هو قد ايه كان معجب النهاردة بديانج وكان بيتكلم عن عرض العين فاحنا الحمد لله ان احنا محتفظين به ونتمنى نحتفظ به في الاهل اللي بعد كده تفضل بص الخريطة مفيش حاجة بسم الله ما شاء الله مفيش حتة مجريش فيها في الملعب بسم الله ما شاء الله تعالى بقى الرجل المباراة الرسمي رامي ربيعة اللي الناس كانت بتنتقده لقى رامي ربيعة النهاردة قائد من ورا عمل دور مهم جدا دور الليبرو ودور افساد الهجمات مزبوط اكتر من حالة معانا برضو رامي ربيعة عمل دور دفاعي مميز هو ازاي امت بطلع اللعيب الادام انت برحل على الباك كذا كرة افسادها في الكرات العالية بتاعته تبتكسب النهاردة نستعرض برضو ارقام رامي ربيعة معانا بتكسب النهاردة مدافع دولي كان بلعب اساسي مع حكتور كوبر هو احمد حجازي فالربيعة بالخبرات اللي مقتسبها دي حاجة مهمة جدا انت النهاردة واحد من المكاسب بصراحة بتاعت المباراة عودت رامي ربيعة والثقة ليه وانه بيحصل على رجل المباراة في كاسة عاملة الاندية لأ نستعرض بس الارقام بتاعت رامي ربيعة هنلاقي ان هو برضو اكثر من شتة الكورة عمل تمريرات طولية كتير هتعمل تسعة اكتر واحد عمل تمريرات طولية من وراء تسعة تمريرات طولية فارقام رامي ربيعة لا يعني عمل عمل مستوى هايل هايل يعني هايل قدامنا الارقام على الشاشة هاي رامي ربيعة اكتر من شتة الكورة عشر مرات البلوكات منع تزديدة مؤسرة مرة الانترسيبشن بتاعت تدخلات الدفاعية اتنين لالتحامات الهوائية كسب 3 من 5 دخل فيهم التمريرات الطولية 9 أكثر لعب عمل لونج باس من تحته طبعا بعد علي لطفي بعد حرس المرمى التمريرات الطولية 9 منهم 4 دكت التمريرات 68% في الحتة الدفعية كمان لازم نشيد كابتن إسلام بمحمد مغربي لعيب سبير في السن في أول مباراة ليه تقريبا نهاردة ما نقدرش نقوله هو فيه يعني حتى مع الضغط الكبير اللي هو كان عليه أكيد في أول مباراة ليه في كاس العالم الأندية ما فيش أي خطأ مؤثر لا في التمرير ولا في الاستلام الكورة ولا في التحامل حتى الفاول اللي هو عمل وخاد عليه انذار هو فاول تيك تيكي لأن اللاعب بتاع مونتري كان خلاص تقريبا عدد كورة منه ولو كان راح كان هيبقى شبه هجمة مرتدة قوية لكن هو بزكاء ويف قدامه وعمل البلوك بشكل كويس وخاد انذار طبعا خروجه احنا متأكدين ان اصابته ان شاء الله مش تبقى حاجة كبيرة لانه واضح بس هو نوعنا نقعد الضغط عليه اه شاد يخلي بالك أول مطش دي وبتاع فبقى صعب جدا يعني كمان شوفنا كان علي معلول بيديله على طول توجيهات لانه كان قريب منه فلا حاجة جميلة مع علي لطفي النهاردة فيه عمل تصديين بشكل مميز جدا يمكن فريق منتري كان عنده اكتر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء الحمد لله انه كان بعيد ولكن علي لطفي فيه هجمتين مؤثرين جدا لفريق منتري هو امسك بكرة في كرة تاني اللي هي بالهد اللي اتلعبت هو قدر يتعامل معه بشكل جيد فبرده يعني كان انه بعيد عن مطشط فترة فاداؤه جيد ونتمنى ان هو الافضل في المباراة اللي جاي